بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد حل علينا شهر مبارك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فهو شهر عظمه الله سبحانه وتعالى وأضافه إلى الله شهر الله هذه إضافة تفضيل وتكريم قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم فهذه الأيام والليالي والشهور التي تمر بنا هي مدة شمينة ومدة عظيمة لمن وفقه الله فيها فأودع فيها صالح الأعمال التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى قال بعض السلف لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال ذرة لسألت الله الموت يعني يختم له بالعمل الصالح صيام يوم عاشورة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية صامي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشورة وصامه وأصحابه ولا يزال المسلمون يصومونه ويصومون يوما قبله قال إن بقيتوا إلى قابل لا يصومن التاسعة يكرى بن القيم أن الصيام عاشورة على ثلاثة أنواع منها أن يصوم الثلاثة كلها يوم عاشورة ويوما قبله ويوما بعده والنوع الثاني أن يصوم يوم عاشورة ويوما قبله والنوع الثالث أن يصوم يوم عاشورة ويوما بعده ولو صام الثلاثة لكان أفضل